موسيقى مساء الخير إلى العناوين موسيقى وزير الخارجية يجب وقف اطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة موسيقى وتساؤلات حول أسباب إغلاق الأنشطة التجارية بعد العام الأول للمشروع الترشيد والتحلية جهود حثيثة لتوفير مصادر المياه والحفاظ عليها موسيقى مساءكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يجب وقف اطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي نستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف معتبرا أن الوضع في غزة صعب جدا وعلينا أن نعمل معا لضمان دخول المساعدات الإنسانية أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 16790 مخالفا ليبلغ عدد أن يتم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 45724 وافدا مخالفا منهم 3840 رجلا و7684 امرأة فيما تمت إحالة 39941 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر وإحالة 1750 مخالفا لاستكبال حجوزات سفرهم وترحيل 8745 مخالفا أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تسجيل 195 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة خلال الشهرين الماضيين واتنوعت المخالفات بين الاحتطاب ودخول المركبات في الفياض المحمية والرعي في المناطق المحمية ورمي النفايات وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار والتخييم في غير الأماكن المصرح بها حيث صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حددت هيئة السوق المالية ستة عمليات يجب أن تشملها إعلانات الشركات مشيرة إلى أهمية الالتزام بها وأوضحت أنه يجب على الشركة التي ترغف في نشر إعلان لخبر أو تطور جوهري أن يكون الإعلان كاملا وواضحا وصحيحا وغير مضلل وتقديم وصف مفصل لأي تطور جوهري مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به وإذا كان التطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية يجب ذكر الأثر المالي لهذا التطور كما يجب على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمونة أو نتائج التطور الجوهري وفي حال وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه يجب الإفصاح عن بياناتهم وإضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري بعد هذا الفاصل ألتقيكم في أول موضوعات أهل الحوارية حياكم الله مجدداً في أهل من الموضوعات القديمة المتجددة والتي تتجدد باستمرار موضوع فتح مشروعات معينة ربما ربما يعني في أكثرها مقاهي مطاعم متاجر إلكترونية وإغلاقها بعد فترة قصيرة من افتتاح هذا المشروع نتحدث على فترة سنة إلى سنتين كحد أقصى هذا الموضوع ناقشناه في أكثر من مرة ولكن في كل مرة يظهر على المشهد أسباب جديدة مجموعة من الحلول والأفكار والاقتراحات حاجة إلى التوعية والتثقيف بهذا الجانب حتى لا يقع فيه أصحاب المشروعات مستقبلاً لماذا تغلق بعض المشروعات بعد فترة قصيرة جداً من افتتاحها أين تكمن المشاكل الحقيقية في التخطيط في الاستراتيجية في العمل في السوق في المشهد في الإدارة وين بالضبط؟ بالإضافة وهي النقطة المهمة جداً في حوارنا اليوم ما الحلول الجيدة لتفادي مثل هذه الأمور من أجل الوصول إلى مشروعات دائمة وناجحة وتستطيع أن تحقق الأثر الجيد لأصحابها وللتنمية والاقتصاد إجمالاً قبل أن أبدأ حواري سأخذكم إلى هذه الأرقام والبطاقة التعريفية التي أعدها الزملاء في البرنامج دعونا نرى ونأخذ تفاصيلها ونرجع نتحاول حولها أبرز أسباب إغلاق المحل التجارية بناء على آراء المستثمرين مبالغة ملاك العقار المؤجرين في رفع الإيجارات على المحلات دون ضوابط تنظيمية الرسوم والغرامات المالية المرتفعة التي يصعب على المستثمرين سدادها التستر التجاري وتخف الملاك الأجانب وراء السعوديين مما يخلف منافسة مجحفة لحق المستثمرين السعوديين عدم اهتمام المستثمرين بدراسة المشاريع قبل البدء بتنفيذها استسلام المستثمرين في أول التحديات التي تقابلهم صعوبة بناء العلامات التجارية وارتفاع تكلفة الحملات التسويقية شكراً للزميل صالح بن حسن اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ وليد الحميد وهو مستشار نمو الأعمال أستاذ وليد مساء الخير وشكراً لقبولك الدعوة أهلا وسهلاً لأمسان نور ومسي على المشاهدات والمشاهدين من خلف الشاشات وإن شاء الله يكون يعني الألم كبير لكن إن شاء الله يكون فيها فائدة كبيرة طيب إحنا جمعنا من خلال التصريحات من خلال ما نشر صحفياً من خلال كثير من الأشياء الموثوقة تقريباً خمسة أسباب لمثل هذا الموضوع قبل ما نأخذها بالتفصيل سبب سبب أبغى رؤيتك أنت للموضوع يعني أنت اليوم في المشهد في السوق هذا عملك هذا شغلك إيش اللي يخلي مجموعة أو بعض المشروعات تغلق بعد فترة قصيرة من افتتاحها جميل طبعاً خليني أبدأ بنقطة أنا دائماً أتكلم فيها أنه دائماً حناً أنا منطلع مثل بهاللقاءات أنه السوق جميل وممتاز وفيه فرص كثيرة ولهب الموضوع تنفير من القطاع أو السوق ولكن أنه نعرف كيف ندخل بالسوق نعرف كيف ندرس السوق بشكل كويس نعرف كيف نقتنم الفرص بشكل كويس الشيء الثاني يمكن أن الناس تزعل عليه فيها النقطة هذه ليس كل الأشخاص يصلح أن يكون تاجر هذه نقطة مهمة جداً يعني ما عليش يزعلون علي البعض ولكن لا لا أنا أعيدها هذه جوهرية أنا نقطة دائماً أعيدها إيش تقول ليس كل الأشخاص؟ ليس كل الأشخاص يصلح أن يكون تاجر ليه؟ وش مميزات التاجر؟ أنه التجارة يعني هذه يعني هبم رب العالمين أنت لازم يكون عندك صبر لازم يكون عندك شغف لازم يكون عندك حماس لازم تبحث بالسوق تعرف كيفية التجارة السابقة يسير عندك صبر تقدر تعطي من وقتك تقدر تعطي من جهدك فيه متطلبات عشان فعلاً تكون تاجر حقيقي طيب هذه المتطلبات التي تذكرها استاذ وليل كلها أشياء مكتسبة بمعنى أنه الواحد يقدر يتعلم هو يصير تاجر إذا لماذا الأشخاص لا يصيرون لو في شيء مثلاً يوهب ربانياً لأشخاص عن آخرين هنا نحن لا نستطيع أن نقول شيء لكن كل ما قلته أشياء مكتسبة بمعنى أنه يدخل مجال التجارة إذا تعلمها ينجح صح أو أنا غلطان؟ أتفق معك أتفق فمعنى أنه أنت لازم تتعلم قبل أن تبدأ ليس معنى أنك أنت تفتح مشروع خلاص أنت جاهز تكون تاجر في العمل التجاري لازم تطور مهاراتك لازم تتعرف السوق لازم يعني تكون قريب من الناس اللي تخلوا وعملوا تجارب سابقة لازم تعرف ليش فشلت المشاريع سابقاً وسبب فشل المشاريع يعني أنا سويت مشروع سابق أول شيء كنت أروح له المحلات اللي معروضة للتقبيل ليش قبلوا عشان أعرف المشاكل هل هي مشاكل مالية؟ هل هي مشاكل تسويق؟ هل هي مشاكل تشغيلية؟ هل هي مشاكل منتج؟ فيه تفاصيل كثيرة فأنا اليوم كشاب أو أنت كشابة خلت أعلم هالمهارات زي ما تفضلت أنت إذا والله لقيت نفسي أني فعلا عندي إدراك وعي ومعرفة كاملة أقدر من هنا أنطلق ودخل في مشروع التجاري اليوم حتى منشآت عملت برنامج اسمه نوافذ يقدم الاستشارات مجانية للسعودي والسعوديات فمعنى أنا أستفيد من الفرصة هذه أتعلم أطور مهاراتي أسأل المستشارين المناسبين اللي ممكن يزودوني بالمعلومة اللي أقدر أو تساهم في نجاح البزن إذن أنت إجمالا تشوف أن الاستعداد لدخول السوق مهم مهم جدا طيب بقول لك أيضا قبل ما ندخل للتفاصيل أهلا صورة إحنا جالسين نشوفها أقول لي إلى أي مده مؤثرة اليوم في بعض مواقع التواصل وفي المجالس والمجتمع إجمالا في حالة من الإغراء اللي ما نعرف إيش حقيقتها أن السوق مليان فلوس وأنه أدخلوا بالدر عليك الأرباح يعني حالة من الإغراء إلى درجة أنهم يصورون للشخص أنك تراك إذا ما دخلت واستثمرت اليوم وصويت لك عمل خاص أم لا معناته وحياتك كلها بلا معنى هذا الطرح موجود هذا الخطاب موجود ومن عدد ليس قليل تشوف أنه جزء من المشكلة ولا لا اللي يقولونه صحيح أن السوق مليان بس هلنا ما نستثمره صدقا يعني هو جزء كبير من المشكلة لأنه أغلب الناس اللي انطلقت من مشاريحها بسبب سوالي خلنا نقول الجلسات والاستراحات والأصدقاء فلان والله عمل مشروع مبيعاته اليوم 12 ألف باليوم فلان عمل مشروع مبيعاته اليوم 7 ألاف فلان فتح كفي قاد يبيع في اليوم 10 ألاف هذه الأرقام لم يسمحها أي شخص مباشرة على طول يفتح كفي بدون أي دراسة بدون أي معرفة بدون أي مهارات ومن هنا يقول لك أين المبيعات اللي يدرى بها هذه من النقاط يعني نسميها أحلام الثراء السريع أنت تحذر منها اليوم يعني شوف التحذير هنا أن نقول شوي مقنن يعني أنت اليوم ما حذر أقول التجارة مش كويسة لكن أنت أدرس المشروع قبل لا تدخل يعني دائما نحن نتعلم أنه قبل لا تتوظف أنت درست وتعرفت وفهمت عشان تتوظف عشان تمسك الوظيفة الفلانية حتى البزنس تعلم المهارة طور من معرفتك وبعدين ندخل السوق لا تدخل السوق أنت قوي معرفيا اللي يغرد بالطريقة اللي ذكرتها لكنه أدخل والأرباح بتجيك أنه هذول أنت تحذر من طريقتهم ولا تقول لا هم صادقين بناء على تجاربهم شوف اللي يكتب أن السوق والله جميل وكذا بدون ما يحط الطريقة يعني تعطي أنت علمني شون صيد السمكة يعني مو بتقول والله السوق بس جميل وانتهى الموضوع يعني السوق كل سواق جميلة في كل العالم سوقنا اليوم فيه طفرة اقتصادية فيه استثمارات في البلد فيه تنمية ولكن أنا لازم أدرس مشروعي قبل أنت اليوم اللي قد تكتب فيه كم استشار كم استشار تكتب أن السوق جميل والدنيا خضرة وفيه ناس ما يفهمون هالفكرة هذه بشكل كويس يروح مباشرة ومبكرة استجر محل فتاح ثم نقل كون المبيعات اللي قالونا الناس طب يعني فيه فيه أنت كده بشكل واضح تقول اسمعوا لهم ولا لا تسمعوا لهم أنا وجهة نظري الشخص اللي بدون ما يحط تبريرات ويحط توجيه للناس وين الفرص يعني أنا أتكلم منك أنا أولهم أنا أقول الله يا جماعة ترى الفرصة موجودة في المكان الفلاني فيها السوق الفلاني فيها المنتجات الفلانية عشان الناس ستعلم وين الفرصة طيب فيه برضو نقطة ثانية دراسات الجدوى الموجودة اليوم استاذ وليد الحقيقة أنه أحيانا فيه دراسات جدوى إذا صحت التسمية دراسات معلبة تعطيك إغراء عالي جدا بالأرباح مقابل رأس مال قليل جدا دراسات الجدوى هذه بكل صراحة كده ومكاشفة ووضوح أنت تشوف إنها مضللة وهي جزء من المشكلة ولا لا هي حقيقية بس أنتوا معرفتوا تتعاملوا معها طيب هذا السؤال جدا مهم يعني اليوم فيه دراسات جدوى أنا اطلعت إليها شخصيا غير واقعية ولا تمثل الواقع بأي صلاة كويس أنت اليوم أنا يمكن ذكرت هذه النقطة سابقا أنه ليس كل المشاريع تحتاج لدراسة جدوى فيه بعض المشاريع الصغيرة أحتاج فيها خطة عمل وأحتاج معرفة دقيقة للسوق كويس رأس الجدوى أنا أقول إذا كان مشروع قيمته أكثر من 2 مليون أحتاج لدراسة جدوى لكن نجأ لنقطتك الموضوع دراسة جدوى أنت بالأخير أنت الفيصل بالأخير ما أنت عارف سوقك ما تقدر تقيم دراسة جدوى هل هي صحيحة أو لا اليوم في أسواق كثيرة أو في أشخاص كثيرين يسوون دراسة جدوى أي يعني لا نزعل من بعض هي copy paste قص و لصق طيب أنا كيف أختار المكان الجيد لتقديم دراسة الجدوى في مكاتب اليوم يعني بخبرات وكفاءات سعودية تقدم دراسة تتعب على دراسة الجدوى طيب أنا مفتراني أنا رحت لمكتب دراسة جدوى وأعطاني اللاس خلصت دائما لازم نسأل وين المكاتب الناس اللي نجحوا قبلك يعني أنت اليوم لما تدخل قطاع كيف نجح اللي قبلك والله استفادة من المكتب الفلاني مكتب الشراط الفلاني تعاملتم مع فين اسأل لين ما تكون صورة كاملة أنا بس مشكلتي أنه أنت أبحث قبل لا تبدأ في مشروعك طيب أنت قلت قبل شوي أنه إذا كان المبلغ 2 مليون فما أكثر تحتاج دراسة جدوى أنا هذا وجهت نظري طبعا هذا يعني أنه دون الاثنين مليون ما تحتاج دراسة جدوى لو عندك مشروع تكلفته 400 ألف 600 ألف ما تحتاج دراسة جدوى أنا أعتقد أنه خطة خطة عمل واضحة يعني أسميها بزنس بلان كافية وكفيلة أنه تبين لك أو نموذج العمل التجاري فرق لنا بينها إيش يعني دراسة جدوى وإيش يعني خطة عمل طيب أول شي اليوم أنت حاب تسوي مشروع المشروع عبارة عن أربع ركايز حلو أول شي الفكرة الفكرة أما مجال أنت تعلمته أو عندك شغف فيه أو مجال أنت خبير فيه عندك الخبرة الفائل كابية وكوّنته رقم الثانين اللي هي نموذج العمل التجاري نموذج العمل التجاري لو تكتب في جوجل نموذج العمل التجاري حيطلع لك نموذج فيه تسع محاور مصادر الدخل إرادات التسويق وحتتشكل الفكرة عندك رقم ثلاثة الرأس المال الرأس المال تكلمت أنا فيه أنه ممكن يكون مبلغ أنت متدخله ممكن تدخل معك شخص مستثمر ملايكي أو تأخذ قرض من البنك مع أني ما أنصح أنك أنت تأخذ قرض في بداية المشروع رقم أربع إدارة المشروع هذه سبب كبير في خسائر المشاريع أنه إدارة المشروع ليس كل شخص يؤسس مشروع هو قادم وإدارة المشروع لأنه إدارة المشروع تتطلب زي ما قلنا خبرة مالية خبرة إدارية تشغيلية تسويقية كل مفاصل مشروعك لازم يكون عندك دراية فيها ما يحتاج تكون خبير فيها لكن يكون عندك معرفة في تقييم الخطرة هذا فيما يخص رقم أثنين أنه أنت لما تقول والله كيف أنا أقيم يعني خطة العمل خطة العمل يعني حيطول شرحها ولكن هي تعطيك المسار الحقيقي للفكرة لاحتياجك المالي احتياجك من الموارد احتياجك في التسويق وإشهل الخطة التسويقية حتشكل لك المنتج أو البزنس اللي انت حاب تفتح والعمل التجاري بصورة واضحة وتعطيك مسار مدة سنة سنتين وش رح تسوي بمشروعك هذا مع نموذج العمل أنا أعتقد أنها كافية للمشاريع الصغيرة متناهية الصغير اللي 300 ألف 500 ألف إلى مليون أشوفها كافية جدا طيب اليوم اسمحنا كذا نأخذ منك استشارة مجانية على الهواء اليوم لو أحد من اللي جالس يتابعنا الآن ناوي يفتح مشروع خلنا نتكلم على المشروعات البسيطة إلى المتوسطة مقهى مطعم مثلا جدا تمام يمكن هي الأكثر انتشارا الآن إيش الخطوات اللي لازم يبدأ فيها من الألف إلى الياه حتى يضمن على الأقل استمرارية المشروع أول شي أنا أشوف أنه يعني كثير من الناس أول ما يبدأ في المطعم والمقهى يفكر في البراند أو العلامة التجارية هذا مو بوس النجاح النجاح المهم أنت تفكر وش المنيون اللي ستبيحها يعني أنت اليوم ستفتح كفي لازم أو شي تعمل هندسة للمنيون وش المنتجات المنتجات سيبنى عليها زي ما تقول مهتح مطعم برقر كم منتج ستبيع في المطعم هذا من خلالها ستعرف كم الآلات عدد الآلات تحتاجها المساحة عدد الأعمالة والموظفين الحملة التسويقية وما شابه ذلك هنا تتشكل الصورة بالكامل عندك وتقدر تبني العلامة التجارية ولكن أنا دائما أبدأ من المنيون من المطبخ الأساسي اللي هو أساس البزنس حقي العمود الفقري للعمل التجاري بعدها أنطلق للأشياء الثانية أنا وجهة نظري كنصيحة أنت اليوم وأنت كشابة حاب تفتح مطعم ابني المنتج أول شي طيب هذا واضح وش المنتج تحتقدمه اثنين رقم اثنين أبدأ أشوف خطة العمل وش احتياجات المشروع عشان أنجح عشان يكون المشروع الحقيقي وش متطلباتهم من زي ما قلنا خطة عمل موارد فريق عمل أحتاج مثلا المدربين يدربوني على طريقة العمل المستشارين اللي أحتاجهم يسمونهم المنترونج والمرشدين اللي يحتاجوني مع البزنس أدرس الناس اللي سبقوني في النجاح كيف نجحوا وأتعلم من نجاحاتهم وأشوف الناس اللي خسروا ليش خسروا وأتعلم من خساراتهم أو فشلهم وأبدأ أحط لي خارط الطريق لنجاح المشروع طيب حلو غيره سويت الخطوة الأولى وحددت المنتج سألت وعرفت الاحتياجات إيش الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة الاحتياج المالي أنا اليوم كثير من الناس اللي فشلت قلتها كثير برانا وتكرارا أنه عدد كبير المشاريع تقف الأول سنة بسبب الكاشف له اللي هو التدفقات النقدية زرت مشاريع كثيرة أجي أقول لهم مثلا سؤال بسيط كم نقطة التعادل بالنسبة لمشروعك إيش يعني نقطة التعادل هذا السؤال جدا مهم أنت كصاحب المشروع أو أنت كصاحب مشروع مطعم أو أي مشروع لازم أعرف كم تكلفت مشروعي باليوم هذه تسمونها نقطة التعادل نقطة التعادل تسمونها الbreak even كم نقطة التعادل لمشروعي في اليوم قبل لا أبدأ اليوم مشروعي يكلف 900 ريال معناها لو بعت بقل من 900 أنا كيف؟ أنا خسراء أي كويس فأنا نازم أبيع 1500 أبدأ حط الهدف البيعي اللي يحتاجه بيه في اليوم إذا أنت ما تعرف تكلفتك هتواجه مشكلة كثيرة لما تسألهم كانوا هم ما يعرفوا التكلفة ولا ما يعرفوا إيش ثقافة نقطة التعادل للأمانة أكثر من 95% من الناس اللي أنا وقفت على المشخصيين وزرت محلات مقاهي ومطاعم ما عندهم معرفة بكم تكلفة مشروعي باليوم وهذه طرع مؤشر خطير جدا جدا في أنه يستمر مشروعي كوي فشل إلا توفيق رب العالمي حلو غيره خلينا أنا أختصر لك يعني هذه أنا ذكرت يمكن يمكن فيديو يمكن تشهر نقول 90% من المشاريع اللي تفشل زين 90% من المشاريع تقفل أول سنة تخيل النسبة هذه بسبب سبع نقاط أول نقطة استخفاف رائد العمال أو اللي بادي في البزنس في تكاليف المشروع كويس يعني مشروع يكلف 300 ألف يقول لك والله أنا أبدأ ب60 ألف كافية بمشروعي استاجر بدأ بالديقرات وقفت فلوسه بالكامل معناها المشروع هذا يعتبر مشروع خسران لأنه عمل سجل تجاري وعمل الترخيص اللازمة رقم الثاني اللي هي مهمة استخفاف المستثمر في رقم المبيعات يعني أنت اليوم والله أخذت معنوم أن شخص باع ب7 ألف أو 10 ألف جئت بنيت مشروع كنت أبيعه ب10 ألف بينما موقعك ما يساعد تبيع به المبلغ هذا ولا عندك المنتجات ولا عندك فريق العمل الكافي لبيعها المنتجات رقم ثلاثة عدم معرفة تكاليف المنتج وهذا اللي لكرناها قبل شوي أنك أنت قادت تبيع منتج للناس يعني خلنقول بورغر أو كافية أو ما شابه ذا ما تعرف تكلفته كم التكلف الحقيقية فأنت الآن نهاية المطاف ما تعرف أنت ربحها ولا خسران تجي نهاية الشهر ما تجد أنت فعلا قادت حق أرباح تجي نهاية الشهر يقول الله نحتاج والله 30 ألف أو 10 ألف نغطي هذه التكاليفات ما تجد مني الخسارة رقم أربع جهل السوق يعني أنت اليوم حاب تفتح مطعام وكفي لازم أدرس منهم المنافسين لازم أدرس منهم حجم القطاع كم المبلغ كم المساح اللي يقدر أشتغل فيها المنتجات اللي موجودة ويش القيمة اللي بنافس فيها أنا كبزنس أو صاحب بزنس رقم أربعة ضعف فريق العمل يعني أنت اليوم وكثير من أشخاص أروح أزور مطاعم ولا مقاهي ولا أي مشروع فريق العمل يعني غير يعني كفو لأداء المهام وهذا يتسبب في فشل المشاريع رقم ستة اللي هي ضعف الإدارة وقلنا حنا أنه ليس كل شخص يأسس بزنس أو عمل تجاري هو قادر على إدارة المشروع فلذلك طلع علم جديد اسمه شريك إداري شريك تقني شريك مالي شريك تسويقي وما شابها لذلك آخر نقطة وهي مهمة جدا هذه أنا شوفها من أهم النقاط وهي سوء التسعير سوء التسعير تسعير لازم تعرف وش السعر العادل والمنطقي اللي عاملك التجار اللي تبيع فيه يعني على سبيل المثال أنت اليوم فتحت مطعم بورغر أو مطعم أو كافي أو ما شابها ذلك والله المطعم الفلاني بيع بخمسة واربئة ريال بورغر أنا بيع بخمسة واربئة طب المطعم هذا أجار محله ثلاثمائة ألف أنت مجار محلك ثبانية ألف ريال المطعم هذا مكانه في المكان الفلاني عنده أربع عشر موظف أنت عندك أربع موظفين اختلاف المعدل كيف أحط التسعير المناسبة كيف طبعا في هذه لها مدارس كثيرة لكن يمكن أشهرها بالنسبة للملاك المطاعم هم يحطون التكلفة يحسب تكاليف المنتج نفسه ويضربونه في ثلاثة وش الثلاثة؟ الثلثة الأول هو تكلفة المنتج الثلثة الثانية التكلفة التشغيلية الثلثة الثالثة هي الأربعة لكل منتج؟ لكل منتج ما تشوف أنه هذا مبالغ فيه يعني؟ هذا من المدارس القديمة اليوم في مدارس مختلفة تماما اليوم في مدارس جديدة وعشان كده تغير طريقة المنافسة يعني مثلا ما عليش خلنا كده نسويها ببساطة على الهوى يعني مثلا لو أبغى سعر كوب قهوة كيف حضربه في ثلاثة يعني؟ مهما كان السعر قليل بيطلع الفهر الكبير جدا ثم طبعا تسعير خلنا ناخذ مثلا على سبيل مثلا زي ما ذكرت تلك فيه القهوة أيوة اليوم القهوة تحتاج إلى بن يحتاج إلى أبشر كيلو البن يكلفني مثلا ثمانين إلى مئة وعشر ريال حقسمه على عدد الأكواب عادة الكيلو طلع لك من ثمانين إلى مئة كوب مثلا بزيد عليه الحليب التشغيل المكينة الاستهلاك وهو والآخر وحيطلع معي فيه معادلة حيطلع معي قيمة المنتج تكلفته في هذا عليه حتضع عليها التكلفة التشغيلية ويش التكلفة التشغيلية كثير يسع ويش التكلفة للإيجارات الرواتب العلاقات الحكومية التراخيص وما شابها ذلك الثلثة الثالثة اللي وربحك أنت اللي حاب تأخذه طبعا فيه بعض الآن سياسات المطاعم تغيرت فيه براندات العام السعودية غيرت الطريقة خفضت هامش الربح وزادت في المبيعات عملت طريقة مختلفة فيه في تسويق المنتج وهذه استراتيجية فأنت اليوم لما يبانيك تكلفة المنتج ودرست السوق كويس تبدأ تبني استراتيجيتك وش هي استراتيجية أو الطريقة اللي أنا بشتغل فيها في القطاع طيب يعني أنا لاحظت في كل الأسباب اللي ذكرتها فيه نقطة ما ذكرتها ما أعرف أنت تشوف أنها غير مهمة ولا مثلا هي فاتت وهي نقطة التسويق يعني كثير من الناس اليوم اللي خارج السوق والمستشارين والمختصين يقولون أنه التسويق حاجة مهمة جدا وأنه ثلث أو ثلثين الربح أو ثلثين النجاح هو في التسويق أنت ماذا رأيك في النقطة هذه؟ هو التسويق شوف اليوم يعني أشهر الناس اللي نجحوا في أعمالهم يعني قال لك أنه إذا عندك عشرة دولار منتجك في ثنين دولار ثمانية دولار تسويق كويس بس أنا أتكلم أنت ما تقدر تسويق لمنتج سيئ يعني أنت أضبط هو شيء العمل الداخلي عندك وكيف أنت السقبل الزباين وكيف الخدمة ورحلة العميل كاملة من يفتح الباب حق المطعم والكفي أو أي عمل تجاري إلى ما يأخذ فاتورته ويأخذ الكيس ويمشي هذه رحلة العميل داخل مطعمك والتوصيل وما شابها ذلك هذا جانب أنت إذا اكتملت الصورة عندك وصار عندك رضا داخلي في أداء مطعمك في المنتج في الخدمات الناس اللي حولك عطوا التقييم الصحي لمنتجك من هنا أبدأ في التسويق التسويق جزء مهم يعني الناس حتى لو عندك منتج مميز إذا ما سوقت له الناس ما تدري عنك طيب بعيدا عن المنتج أبغى أتكلم شوي على نوعية المشروعات كيف أختار مشروعي يعني ليش اليوم أكثر المشروعات مثلا إذا صحت لأنه إحنا نقول بناءا على التقديرات اللي نشوفها عبارة عن مقهة ولا مطعم يعني أنا كيف أختار نوعية العمل اللي أدخل فيه طبعا هذا السؤال قيمته مليون ريال والإجابة مجانية السؤال هذا أنا يمكن تكلمت كثير ما تقدر أنت أنا ما قدر أحدد لك أنا كمستشار أقول لك والله هذا البزنس أو العمل التجاري مناسب لك أو هذا المشروع مناسب لك اليوم القطاعات كلها كثيرة لكن حنا شفنا نجاحات والأشياء اللي يتلامس الشباب هي المطاعم والمقائي اللي أصل حديثها منتشر في مجالس واستراحات وجلسات الشباب اللي يتكلمون فيها وهذا يمكن الفهم لكن اليوم عندنا فرص يعني جبارة يعني الأمير محمد السلمان أطلق الاستراتيجية الصناعة الوطنية وهذه فيها فرص كثيرة بكثر من تريليون ومئتين مليون ريال سعودي يعني استراتيجية البلد كله قد يوجه التمكين كله للصناعة القطاع الزراعة فيه فيه فرص أو تمكين القطاعات الثانية يعني أنا تكلمت كثير فيه أرقام فيها فرص جدا قطاع المكتبات فيه فرص كثيرة الموضوع مو بحصري فقط على المطاعم والمقاهي ولكن هذا عرف الشباب منهم يسولفون أن البزن السهل طريقة تأسيس العمل التجاري سهل وهذا يمكن الشيء يعني لو جاك الآن شخص يبغي يستشيرك في أنه يفتح مشروع مثلا في الرياض تمام أنت تدل على المشروع بناء على رغبته أو قدراته ولا بناء على ما يحتاجه السوق طبعا أنا إذا سعني هو قال لي وش للسوق وش احتياجات وقلوا والله فيه فرص هنا و هنا و هنا ثم نقول له وش يناسبني هقول له هذه الفرص قدامك أنت ونشوف نفسك وش الفرص اللي اليوم اللي تقول للشباب اقدموا عليها اللي تحس أن المستقبل لها القادم لها بحسابي في تويتر تكلمت يعني ما يمر يوم يومين إلا لازم أقول هذه فرصة وأكتبها كذا بالنص ترى الفرص مثل إيش أهمها اليوم يعني مثلا في قطاع التعديم تكلمت على حجم قطاع التعديم في السعودية والفرص اللي فيه وين تبدأ فيه أنت كشابة أو أنت كشابة تكلمت على قطاع المكتبات نتكلم على سوق حجم حوالي عشر مليار وسوق حيوي وما زالت الفرصة فيه كبيرة جدا نتكلم على سوق قطاع الغيار أنت عارف اليوم قطاع التعميم بدأ وهيئة التعميم أصررت رسميا شركات والحوادث معناه قطاع الغيار هذا قطاع لسه ما اشتغلوا فيه الشباب اشتغلوا فيه ولكن باستحياء فيه فرص جدا كبيرة نعم السعودية تستورد أتقد أنا من يبقى يعني ما أود لكن حوالي ثلاثة وتسعين مليون قطعة سنويا هذا الرقم طيب أنا وين دوري القطاع الطبي أنا أتكلمت قبل حوالي ثلاثة أيام في سناب شات عن القطاع الصحي نتكلم على ستة وعشرين ألف منتج طبي يستورد من خارج السعودية حكومية فأنت اليوم عفوا الـ 24% مستورد من برس سعودية طب أنت اليوم كشاب فيه أشياء بسيطة نتكلم على حقة الإصابات هذه المشدات نتكلم على كمامات نتكلم على أشياء بسيطة وتتكلم على معمل بسيط ما يكلم نفس تكلفة المطعم أو المقهة اللي أنت حاب تسويه اليوم المطعم والمقهة يكلف مليون ونص تقدر تسوي مصنع به القيمة هذه ما نقول مصنع كبير ولكن مصنع بداية وبسيطة خط إنتاج واحد أنا تكلمت في المناسبة يمكن أحد النقاط اللي ذكرتها قلت أنه مكينة القهوة هذه اللي يجبونها بالمقاهي قيمتها حوالي 75 ألف إلى 90 ألف بينما خط إنتاج أنك تسوي قهوة قهوة خط إنتاج قهوة عربية تبيحها في المحلات على الرفوف قيمتها 65 ألف خط إنتاجها من التعب يهلين التغليم فهنا لك الخيار أم أنك تفتح كافي أو تفتح مصنع طيب هذه ببساطة اليوم صناديق التمويل الموجودة بشكل منتشر جدا تقريبا في أغلب المجالات على مستوى المملكة كيف تشوف أثارها في دعم المشروعات والله اليوم شوفي أنا أقول لك يعني خلال ثلاث سنوات الأخيرة يعني الاستثمار الجري أعمل أرقام جدا كبيرة نتكلم على 200% حجم استثمارات في القطاع أو الاستثمار الجري هذا معناه أنه فيه إيمان عندنا فيه تمكيل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر اعمل مشروعك اعمل نموذج العمل وسوقه بالشكل المناسب يعني أنا اليوم كمستثمر إذا ما شفت أن الشخص اللي قدامي عنده وعي كامل في مشروعه عارف وش الطموه حقه عارف عنده رؤية وستراتيجية واضحة وعارف الأرقام اللي حيوصلها أنا كمستثمر أبضخ مك 5 مليون 10 مليون لازم أضمن أنه فعلا الخمسة مليون هذه حتشتغل فيها بكل أمان وصدق وجهد جميل الأرباع هذه الخسارة هذه يعني لها لها ظروف طيب احنا تكلمنا اليوم من وجهة نظرك كمستشار وأنه تعطي مثل هذه التوجهات لكل الداخلي خلني أن أقول لك بعض وجهات نظر اللي دخلوا في هذه المشروعات ولم ينجحوا وأسمع رأيك فيها يعني واحدة من الأشياء اللي قيلت أنه المبالغات اللي تحدث معهم في رفع الإيجار السنوي مثلا بين وقت ووقت هذه النقطة كيف تقرأها طبعا أنا شاهد عشان تكون بصورة يعني هذه من الأشياء يمكن حتى أنا على مستوى الشخصي واجهتها يعني في العمل التجاري أنه جو المؤجر وهذا يعني أنا شوف أنه غير طبيعية يعني غير صحية أنت اليوم في مشاريع وهالمشاريع هذه هي جزء من المنظومة الاقتصادية في البلد فلازم يكون فيه تقنين على منظومة الإيجار لازم يكون فيه يعني إذا كان فيه فرصة أنه يحط يصير فيه مرونة في عملية رفع الإيجارات أنه ما يجي شخص مثلا في سنة واحد يرفع مثلا 70% 80% 100% لأنه فتحت منشأة حكومية جنب المجمع أو فتحت جهة معينة أو سارت المنطقة حيوية طبعا أنا بديت معك من الصفر لما كان ما فيه أي منشأة جنبك ما كان فيه أي كثابة سكانية فهذه لاها تقدير أعتقد أنه هذه واحدة من أسباب المهمة طيب وش الحلول لتفادي هذه المشكلة أعتقد من الحلول أنه زي ما ذكرنا أنه يكون فيه إيجاد يعني فيما يخص للإيجار تكون نسب محددة في بعض الدول تقولك أنت مالك حق ترفع في سنة واحدة أكثر من هالنسبة هذه فأنا يعرفها خلاص كصاحب مشروع أحط لها معادلة معادلة المخاطرة عندي ما تزود عن 30% أجار في نهاية السنة هذه فيه أسوأ أحوال في حال لوزات أنا أعتقد أنه تقنين هالموضوع هذا طبعاً ماكي شك أنه صاحب العقار العقار عليها غالي يعني يقول أنت لو طلعت بيجي بدالك عشرة والمشكلة هوية أنه أنت مشروعك لما يعني تنجح في مشروعك أول سنة أول سنة أول ثاني سنة ترى المشروع ما يعود راسمان وإذا كان يشتغل بطريقة طبيعية إلا بعد ثلاث سنوات مع ليش نعيد المعلومة هذه المشروع إذا اشتغل بطريقة طبيعية ما يرجع راسمان وإلا بعد ثلاث سنوات إلا بعد ثلاث سنوات المطاعم والمقاهي عشان الناس تعرف إذا اشتغل بالطريقة الطبيعية ترى في مشاريع تجيب راسمانها بأقل من سنة كويس هذه تعتبر نادرة أو إلا قليلة قليلة طيب كويس لكن الطبيعي أنت طبيعي عشان تعيد راسمانك ما يقل عن ثلاث سنوات ممكن في سنتين ونص لكن ثلاث سنوات هذا الطبيعي في حانك اشتغلت على مشروعك بالشكل الصحي طيب في موضوع الإيجار عشان نقفل النقطة هذه هل من ضمن الحلول الممكنة أنه صاحب المشروع يوقع عقد إيجار طويل مع صاحب العقار والله هذه شف عشان تكون بصورة اليوم العقد منزم يعني اليوم العقد سنة تنفيذية لأنه الآن مرتبط فيه هذه يعني أنا أرجع أقولك أول كانت الناس وقع خمس سنوات لأنه بالأخير هي إيصال وأنا لي حق أن يلغي في هذه اللحظة لكن اليوم إذا ما سدت هيكون سنة قضايا ضدك نتدفع إلا إذا أنت فعلا لقيت مشروعك والله مكتم الأركان واضح ممكن أقول والله بطريقة شفاهية أنا دائما أنصح أنه تفاهم مع الناس حتى لو تعمل ورقة خارجية باتفاق مبدئي أنه يا جماعة أنا معك خمس سنوات عشان تقدر تحمل بزنسك من النقاط أيضا اللي اشتكوا منه وذكروها أن الرسوم والغرامات أحيانا اللي تفرض على المشروع تكون كثيرة وكبيرة وبالتالي ما يستطيعون سدادها يمكن شفنا الجدول الجديد للجزاءات والمخالفات اللي أصدرت وزارة الشئول البلدية والقروية والإسكان لكن في المجمل العام وش وجهت نظرك في هذه النقطة شف عشان كومك صريح أنا كثير أشوف في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع مثلا الغرامات والمخالفات اللي تسير على رواد الأعمال ورائدات الأعمال أو الناس اللي بدأوا في المشاريح هذه في بعضهم يعني يقولون أنه أنا قفلت مشروعي بهالسبب هذا وفي بعضهم يقول لك لا أنها تسبب مضايقات لنا ولكن أنا دائما أقول عشان ما الناس بس في جانبين الجانب الأول أنت اليوم داخل أو مقدم على مشروع لا أسمع أعرف الإجراءات والمتطلبات الخاصة في مشروعي أنت اليوم تبيع أكل يعني راح تأكل الناس فلازم أتأكد أنه هالأكل هذا فيما يخص أنت كمالك مطعم وانت كمالك مطعم فيما يخص مثلا على سبيل مثلا أن تتكلم على إيجادة إيجادة أنا عندي نقطة جدا مهمة أنت يا شركة إيجادة كنت تأخذين مخالفات والطبقين الأنظمة اللي عملت من الأمانات والبلدية طيب وش الدور المجتمعي اللي أنت سوتيه للمجتمع يعني وش الدور المجتمعي همي بالموضوع فقد زور وصور وعطي مخالفة أنا أبي قيمة مجتمعية وش الدورات التدريبية اللي قدمتوه مع سلامة الغذاء الدورات اللي قدمتوه عن الجودة الدورات اللي لأصحاب المشروعات لأصحاب المشاريع قدم أنت تأخذ مخالفات سنويا ما في مشكة حق مشروع لك لأنك أنت تطبق الأنظمة ولكن وش القيمة المجتمعية هل أنا أسألك الآن قد شفت أعلان إيجادة عن توعية عن الغذاء أنا أسألك الآن قد شفت أي إعلان يعني أنا ما أنا متابع جيد لهم لكن حقيقا حسابهم في تويتر جيد يعني جيد فأنت اليوم سو حملة يعني يعني مثلا أنا قبل الحلقة دخلت على حسابهم في تويتر وشفت جيد لكن أنت تقصد أنه هل وصلوك مع الوقت يعني خلال العام فأنت اليوم لازم أعمل حملات وعي الناس للشباب والشابات إذا كان في دورات تقدم لهم حتى لو برسوم بسيطة إذا أنت ما تقدم مجاني جب الكفاءات أنت اليوم قادت تقول للناس أنتم عندكم مشكلة وغرامة طق غرامة طب عطتني توعية هم الناس يشتكون ليش ما عطتني انذار بعدين عدلوا لطريقة قالوا يتعطي انذار أول مرة فإذا صار انذار اللي بعدها كلها مخالفات طب إذا أنت اليوم أنذرته عن وضع الكوب في الطريقة هذه أنذرته جيت مرة أعطيته مخالفين المرة الثانية أعطيته المخالفة شيء ثاني فأنا وجهة نظري أنه أنت دورك إيجادة أعمل التوعية المناسبة قدم الدورات بالأكس أنا حريص أنه كل المنشآت الغذائية تكون جودتهم عالية لأنني أنا بأكل بالأخير منهم وبأكل مثلا العوائل كلها تأكل فأنت مهم أو تطلب منهم مهم أني أأخذ أكل سليم وشكراً إيجادة ولكن أعطوا الناس توعية أعطوهم التدريب المناسب عشان يكون أن نسمع وجهة نظر إيجادة في هذا الموضوع سواء من النقطة التي ذكرتها أو من الحوارات التي ممكن تصير بينهم وبين أصحاب المشروعات حتى نوصل إلى نقطة توافقية في هذا الموضوع أستاذ وليد شكراً جزيلاً لك ولوحضورك معنا ونشوفك في اللقاءات قادمة شكراً لأستاذ وليد الحميد مجموعة من الاستشارات المهمة جداً على الهواء مثل ما قلت في المقدمة أقول في الختهم أن هذا الموضوع ليس جديد لكنه متجدد الطرح لأنه حاضر معنا في المجتمع بشكل حي وكبير وكلما استدعت الحاجة إلى نقاش سنناقش من الجوانب المختلفة حتى نوصل إلى حلول أفضل وحتى نوصل إلى نسب أقل من إغلاق المشروعات في أوقات مبكرة بنروح إلى فاصل ثاني في حلقتنا وبعده ألقاكم حياكم الله مجدداً في أهلاء الدكتور محمد الغامدي خبير المياه والأكاديم السابق في جامعة الملك فيصل كتب مقالاً في صحيفة اليوم عنوانه متى تكون المياه قضية كل مواطن وتحدث فيه عن تحديات المياه وخص المياه الجوفية بكثير من الحديث في هذا الموضوع سنتحدث معه عن تفاصيل هذا المقال وعن أبرز الجزئيات التي جاءت فيه فيما يخص الأمن المائي اليوم الموجود ومدى وفرة المياه وطريقة التعامل معها والحذر من بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى نقص أكبر في موضوع المياه خاصة وإنه هذه واحدة من المشكلات اللي تشتاح العالم ككل وواحد من التحديات اللي ينبغي أنه يكون فيه حذر كبير في طريقة التعامل معها الدكتور محمد ينضم إلي عبر الاتصال المريء الآن دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة مساء الخير شكرا لكم أهلا وسهلا دكتور أبدا معك من جزئية في مقالك تقول فيها إن مهمة العلمية منصبة على قراءة المؤشرات وتشخيص المشاكل وتحديد الاحتياجات وتقديم الرؤى والأفكار ومتطلبات الاحتياجات هذا ما فعلت كنتيجة استمرأت في الدفاع عن المياه الجوفية قراءة المؤشرات هذه اللي ذكرتها إلى ماذا عدت وأوصلتك إلى الآن؟ والله وصلتني إلى مزيد من الاهتمام وعززت مشكلة المياه في نفسه ولا أرى أي بادرة يعني يمكن أن تعطي أمل رغم الإجراءات الكثيرة جدا ولكن ما زال الاستنزاف من مياهنا الجوفية يتعاظم وحديثي منصب على المياه الجوفية في مناطق الصخور الرسوبية التي تمثل ثلثي مساحة المملكة العربية السعودية أما الثلثة الثالثة هو الدرع العربي والدرع العربي يختلف تماما عن المياه الجوفية غير المتجددة في الصخور الرسوبية في الصخور الرسوبية النظوب يشكل كارثة مختلفة عن كارثة النظوب في الدرع العربي ولذلك خلال هذه السنوات ما زلت مستمر لإيماني بأهمية هذه المياه الجوفية للأجيال القادمة كلب أن نأخذ منها بحضر إيش المشكلات التي تحيط بالمياه الجوفية الآن؟ الاستنزاف الجائر والإفراف في الاستهلاك هذه المشكلتين أو المشكلة الأعظم هو الاستنزاف الجائر على زراعات عشوائية غير اقتصادية نعم يعني تكرر مصطلح الزراعة العشوائية معك في أكثر من مرة وآخرة في هذا المقال إيش المقصود فيها؟ خلوضحها للمشاهدين جميل هذا السؤال الزراعة العشوائية هي الزراعة التي لا تخضع لخطة لا تخضع لرؤية لا تخضع لاستراتيجية ولا تخضع لخطة ولا تخضع لبرنامج هي فقط رؤية ولذلك هي تخرج عن هذه الزراعة العشوائية من خارج إطار التخطير مثل إيش؟ يعني اعطنا نماذج يا أستاذ محمد دكتور عفوا من الزراعات العشوائية مثلا القمح كان زراعة عشوائية هو اندفاع زراعة غير اقتصادية الأعلاق زراعتها غير اقتصادية وتشتهلك كميات كبيرة جدا من المياه زراعة 30 مليون نقلة إيش نبغى فيها 30 مليون نقلة نصف إنتاجها يذهب هدرة وقيس على ذلك الكثير من الزراعات العشوائية يعني اليوم دكتور أنت تقول أنه أوقفوا بعض الزراعات اللي ما لها تخطيط ودراسة وفائدة ولا تقول عادي ازرعوها ولكن ابحثوا عن مصادر أخرى للمياه غير الجوفية ما في مصادر أخرى لزراعة غير الجوفية ما في ما في إلا المياه الجوفية ولذلك هي ليست قضية ابحث قضية لا يتم وضع يعني يجب أن تكون أي منشأة زراعية خاضعة لخطة خاضعة لبرنامج إنما الاستهلاك الجائل للمياه ونظوب المياه في بعض المناطق هذه يعني مؤشر على ضياع الجهد والمال وأيضا المياه يعني هي خسائر تتضاعف واللي يروح ما يريع طيب اليوم دكتور حديثك عن المياه الجوفية كيف تقيم المشهد كاملا في مقابل زيادة إنتاج المياه المحلاة اليوم ووجود يعني عمل كبير في مثل هذا الموضوع يعني إلى درجة أن السعودية اليوم تقريبا هي أكبر دولة في العالم لإنتاج المياه المحلاة هل هذا يعوض هذا أو الموضوعين مختلفين تماما؟ الموضوعين مختلفين تماما لننسى موضوع المياه التحليا هذه تحليا ممكن مقدور عليها للشرب مع أنه يمكن 40% أيضا من المياه التي تصل بيوتها من المياه الجوفية نحن نتكلم عن المياه الجوفية التي تمثل استهلاكها يمكن أن يمثل حوالي 80% من الاستهلاك الزراعي والسكني وأيضا الصناعي المياه الجوفية هي الأهم هي المحور هي لا تكلفنا شيء أبدا التحليا يعني مكلفة جدا وغير اقتصادية للزراعة هو يجب أن يكون كل شيء خاضع للجدوى الاقتصادية نجي على القمح مثلا زراعته غير مجدية اقتصاديا يجب أن يكون عندنا ميزة نسبية في الموضوع إذا كان عندنا إذا كان هذا النقل 30 مليون نقل لو يرونها إنها ميزة نسبية فيجب ألا نزرع الزيتون ولا نزرع بقية الفوادق المنقى والعنب والأشياء هذه نستوردها نغفر المياه يجب أن يكون عندنا هدف يجب أن تكون زراعاتنا لها ميزة نسبية إذا لم يكن هناك ميزة نسبية حين نفس نفس مين نفس العالم الغني بالمياه ليزرع ما يزرع حينما لا علاقة طيب إحنا في بيئة صحراوية طاردة طيب دكتور عبر التاريخ بسبب الماء طيب اليوم دكتور مشكلة المياه الجوفية فقط في موضوع الزراعة العشوائية ولا في مشاكل أخرى عشان ننتقل للحلول بس نبغى نحدد المشكلات في شيء غير الزراعة العشوائية طبعا فيه وهو الزراعة العشوائية أيضا فيه استنزاف الجائر هذا كيف تسيطر عليه حتى لو كان فيه الزراعة العشوائية أيضا الأنظمة والقوانين تساعد على الاستنزاف المياه الجوفية يعني فيه كمثال مثلا عندما وزعت وزارة الزراعة والمياه سابقا الأراضي البورة على المزارعين وعلى الشركات وعلى المؤسسات الزراعية اعتبرت أن المزارع الصغير هو يملك خمسة هكتار طيب آمنا بالله خمسين ألف متر مربع ولكن بعد قرار ترشيد الأعلاف أو عدم زراعة الأعلاف فوجئنا أن الوزارة عرفت المزارع الصغير هو الذي يملك خمسين خمسين هكتار يعني نص مليون متر يعني فيه لعب يعني والله المفروض نستحي شوية عيب والله عيب عيب يعني الماء هذا يعني كانت وزارة الزراعة والمياه وكانت الزراعة طاغية على المياه ثم جاءت الآن وزارة الزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة الزراعة صارت أفضل ما زالت طاغية يعني رجعنا للمربع الأول يعني المفروض يعني المفروض كم المساحة التي تعطى للمزارع المفروض أن الآن منه المزارع بالله منه المزارع الصغير السعودي هو الذي يدفع الثمن الذي يزرعون الآن هم ناس غير مزارع يعني رجال أعمال موظفين متقاعدين عندهم دخول تجار عندهم دخول كثيرة يدفع الثمن والخسائر هو المزارع الصغير المزارع الصغير قاعد يتخلى عن الزراع كمين هنا الإشكالية ما هي قضية كم وكم حين يجب أن نضع خطة لا يعني أنت اعتراضك يجب أن يكون استهلاكنا من المياه الجوفية في ظل شح المياه وندرتها 80% كثير أنا أتوقع أنه يجب أن يكون استهلاكنا من المياه الجوفية من 30 إلى 40% يعني مع أنه ممكن يكون أقل لازم لازم نوجد خطط معينة أما استهلاك عشوائي بهذا الشيء في المشاريع حتى جمعيات صارت زراعية تحايلون على أنظمة طيب إيش الحلول الآن لتفادي هذا الاستهلاك في المياه الجوفية من وجهة نظرك الصوت انقطع طيب أبشر وش الحلول اليوم نحن صنفنا المشكلة وش الحلول اليوم لتفادي هذا الاستنزاف في المياه الجوفية ما سمعت صوته لكن إذا كان تبحث عن الفلول فهو عادة تقييم المرحلة ويجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة وش اللي نظر وش اللي ما نظر نحن الآن نافس نصدر يعني ما يصير يعني تكلفة مثلا الزيتون هذا كم يستهجك لتر الزيتون من المياه عشان نصدر كم يكلف الكيلو التمر من المياه عشان نصدره للخارج طبعا مقارنة بالتحلية نحن التحلية عندي معيام نحن كنا نخسر 17 ريال على المتر المكعب أو أكثر ثم نفاجأ أن نستهجك المياه الجوفية لأنها مجان هذا الأمر غير مكبول ما هي هي نفسها غالية جدا هي أثمن من أي شيء في حياتنا الماء هذا يعني نقدر نقول يعني نقدر نقول أنه ترشيد الزراعة وفقا للاحتياج ولقدراتنا المائية هذا رقم واحد اثنين من الحلول هنظم وقوانين تلجم الجشع والطمع نحن قاعدين نسري على حساب مياه جيالنا القادمة كمثال مثلا نضوب واحدة الأحسان من المياه ماذا يعني هبوط منسيب المياه 200 متر ماذا يعني في بعض المواقع طبعا أكثر من 200 متر الحقيقة أنه في هذا الكلام على المناطق الرسوبية أما مناطق العربي فهم يتلقون الجزاء فورا الجزاء فورا يتلقونه يعني بمعنى أنه سحبت هلما أنت بإهدار وإفراط ووجائر أنت حتجف بيرك يعني حتجي مطر آخر الآن اللي يزرع يا أخي الكريم هم عمالة وافدة يستأجرون المزارع من أصحابها ثم يعطونه مقابلات ثم يبدأ الاستنزاف الجائر غير المدروس وكيمويات طيب طيب يا دكتور يجب أن يتوقف هذا إذا كان الشخص لا يسنطيع أن يمارس الزراعة يوقف يطلع منها وفي مزارعين المزارع كمهنة نشجع المزارعين السعوديين طيب دكتور اليوم كميات هطول الأمطار قياسا بما يستنزف من المياه الجوفية هذا ممكن يعوض هذا أو يعادله أو الفرق بينهم كبير هذا الرجل ما ينزل عندنا أمطار ويش تتكلم عن إيش اللي ينزل هذا مثلا في مناطق بسيطة الاستنزاف في مناطق الدرع العربي أكثر من التعويض بعشر مرات أما الصخور الرسوبية فما يوصلها شيء لا تنسى أنه نسبة البطر من ثلاث مياه من ثلاث ألاف إلى ستة ألاف ملي متر يعني تبخر حتى ماء المطر بعض اللي بحاتبوا الاثنين تمانية وتسعين في المياه من مياه الأمطار في العالم العربي مهجرة طيب خلني أقول لك في تقرير يعني نشر بمعدل مياه الأمطار وقل لي يعني هذا المعدل كم النسبة اللي ممكن يستفاد منها في المياه الجوفية أو ما يستفاد طبعا التقرير اللي نشر يتحدث عن أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023 إنه 110 ملي متر متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة وإنه 2.15 ملي متر مكعب حجم السيول في مناطق المملكة وإنه 167 ملي متر أعلى هاط المطر يومي كان في منطقة مكة المكرمة نقطع الصوت الصوت واصل عندك دكتور ولا لا طيب خلنا نعيد الاتصال معك دكتور معرف إذا باقي معنا وقت لأنه أصلا باقينا دقيقتين على الفقرة فإذا إذا يرجع الصوت مع الدكتور يليت بس علشان ناخذ نقطة أخيرة في هذا الموضوع وهي قراءة ما نشر في تقرير رسمي حول معدلات هطول الأمطار في السعودية ومدى الاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية دكتور الصوت يصلك الآن الأمطار أيوة أيوة الأمطار نعمة لا وصلتك الأرقام اللي قلتها يا دكتور وصلني 110 طيب خدني أقول لك على السريع بس ثلاثة أرقام يعني تمام اللي هو 110 ملي متر متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة و 2 مليار فاصلة 15 متر مكعب حجم السيول في مناطق المملكة و 167 ملي أعلى هاط المطر يومي حدث في منطقة مكة المكرمة و 222 أعلى في الرياضة لا تعني شيء أمام الاستنزاف الجائر وإذا جاء هذه السنة فالسنة اللي هي ما ندري عنها أيضا لها أضرار هذه السيول الجارفة اللي تنزلها بكميات كبيرة جدا يعني أيضا المياه عميقة في المناطق الصخور الرسوبية هذه لا يمكن تعويضها بالأمطار الحالية مهما نزل من أمطار لا يمكن تعويضها نعم دكتور ولكن ممكن تعويض الأمطار في منطقة الدرع العربي واضح جدا دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلب ولمجم أجمل هذه الرؤى بالروح إلى فاصل ثالث في حلقتنا وبعد مكملين حياكم الله مجددا في أهلبات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يرصد من خلال 240 محطة منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة جودة الهواء في السعودية ليتمكن من خلالها الجمهور من أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المناطق التي تقل بها جودة الهواء إجمالا الاهتمام بهذا الموضوع هو من الموضوعات الرئيسة والمهمة جدا واللي اليوم تعطي دلالة كبيرة على اهتمامنا بالتفاصيل على متابعة كل المؤشرات المهمة في هذا الجانب وفي غيره اليوم سنفرد كثير من الحديث حول هذا الموضوع وحول المركز مع ضيف الكريم الذي ينضم إليه هنا في الاستوديو الأستاذ سعد المطرفي وهو المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئة أستاذ سعد مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة حياك الله مساء النور ومساء المشاهدين روتانا خليجية كرام أهلا وسهلا قبل ما ندخل لموضوع تقنية الهواء تنقية الهواء وغيره خلنا أخذ كده صورة مضيئة حول المركز بصفة عامة ونحط المشاهدين في الصورة ممتاز المركز في خلال إنشائه خلال ثلاث سنوات الماضية الآن مهتم بثلاثة أمور رئيسية جودة الماء والتربة والهواء بمعنى وضع ضوابط والاشتراطات لجميع المنشآت متابعة انفاذ اللوائح والأنظمة البيئية تحقيق هذه الأمور نضع لها جميع الروابط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وهذا فيها أهمية جداً لوضع توازن أو إيجاد توازن بين التنمية وبين حماية البيئة هذا باختصار ما يقوم به المركز تفتيش تقييم وضع معايير إصدار تصريح إصدار ترخيص الوساط البيئية كاملة مثل ما ذكرت الماء والتربة والهواء هذا مختصار المخالفات والعقوبات من ضمنهم هام المركز لا شك لا شك لا شك أي منشآة من أصغر منشآة إلى أكبر مصنع يهتم هناك عندنا فرق تفتيشية احنا عندنا تقليباً 350 مفتش على فكرة وهذا 350 مفتش أخي مفرح قام في خلال الربع الربع الثالث بداية الربع الثالث 25 ألف جولة تفتيشية على جميع المنشآت تختروا على البالك أي منشآة لها أثر بيئي ستخضع إلى التفتيش والمسابعة جميل وش أبرز الأشياء اللي رصدوها خلال هذه الجولة التفتيشية عادة تكون شوف خلينا هذا السؤال مهم جداً ما هو الهدف من الجولة التفتيشية أي لملاحظة أي تلوث قد يحدث من هذه المنشآة الآن المنشآت أيضاً ملزمة بتقديم تقارير إلى المركز وتقارير على وضعها و أيضاً على فيما يخص الماء وتربة والهواء الماء وتربة والهواء لو حدث في التقارير هناك أي خلل أو في القراءات من المفتش مباشرةً نبحث عن أسباب و نعطيهم أيضاً فرصة لتصحيح الأوضاع فإذا كان هناك أي تلوث لأنه إيش معنا التلوث هذا أخي مفرح التلوث ليس فقط على السكان في المنطقة حتى العاملين فإحنا يهمنا أيضاً صحة العاملين و صحة عائلات العاملين فهناك يكون التنبيه مباشرة إلى المنشآة أنه أنت عندك خلل هنا قد يسبب تلوث أو قد يكون عندك أنت ملوث معين في هذه المنطقة وبالتالي أستعي لتصحيحها ومعالجتها فوراً طيب ويش أبرز اللي رصدتوا يعني شفتوا أنه مساحة ومدى الالتزام أكبر ولا المشكلات أكبر من الالتزام ويش اللي رصدتوا في الجولة؟ عادة أن الرصد يكون هناك تلوث هواي في الأوساط أحياناً بعض المحطات مثلاً يكون هناك تلوث للتربة أحياناً يكون هناك مثلاً ملوثات في إنسكابات مثلاً زيتية في الماء في البحار في مناهن القليمية وهذا ربما نعرج عليها لاحقاً عن موضوع التنمية التي نحن نقوم به فعندما يكون هناك تلوث هواي من المنشآت بالذات المصانع فوراً ننتبه لها ونبدأ نحذر ونحن عندنا زمجة 240 محطة لقياس جودة الهواء في المملكة أي مكان يتم رصد تلوث هواي في هذه المنطقة مباشرةً تباشر الفرق وتحاول إذا كان من المنشآت إبلاغ المنشآت وإذا كان من غير منشآت إبلاغ الجهات المختصة وإن يعرفوا إشياء الإجراءات يعني اليوم مثلاً أنتم رصدتم أنه في تلوث هوا عند منشآة معينة إيش تسوون إيش الإجراءات؟ المنشآة المعينة مباشرةً نحن نتم إبلاغ المنشآة هذه إلى هذا الملوث إذا كان هناك إهمال من المنشآة يتم مخالفة المنشآة وعلى فكرة المخالفات من 5000 ريال إلى 5 مليون ريال تبدأ العقوبات من 5000 تبدأ من 5000 ريال إلى 5 مليون ريال وأيضاً فرصة لتصحيح وأيضاً فرصة أيضاً لمعرفة المشكلة الأساسية والوقوف عليها من صاحب المنشآة نفسها طيب اليوم أستاذ سعد يقدر الشخص أن يرصد تلوث معين ويبلغكم أو إلا صعب على الشخص العديد للرصد؟ أبداً إحنا عندنا وهذا السؤال أنا أشكرك عليه إحنا عندنا 988 أيها مباشرةً عندما تجد أي تلوث في أي مكان 988 بلاغ وتبلغ عن هذا التلوث الذي أنت شاهدته وجدته وياريت كمان حتى لو تصور هذا البؤر الملوثة وترسلها إلينا سواء على 988 أو على الإيميل أو حتى حسابنا في تويتر جميل بس خلني بس للشباب في الكنترول 988 هذا رقم البلاغ عن أي تلوثات للهواء أو الماء أو التربة نعم ودي بس نطلعوا على الشاشة مع الوقت علشان يكون موجود طيب البلاغ يصير بالتصال وأنتوا بعدين تباشرون وتعرفون مباشرةً لعمل التحاليل وأخذ عينات ورسالة إلى المختبرات وعلى فكرة مثلاً جودة الهواء نحن كل خمس دقائق عندنا قراءة كل خمس دقائق كل خمس دقائق على مدار اليوم على مدار اليوم وعندنا تقارير تطلع تقارير يومية على كافة مناطق المملكة العربية السعودية وتقارير سبوعية وتقارير شهرية وتقارير سنوية فيعني الموضوع القراءة كل خمس دقائق هذا تعطيك دقيقة جداً في النتائج كيف يقاس؟ عندنا بالأجنزة أجنزة السشعار وعندنا أجنزة تقاس الـ AQI ونبدأ تأخذ هذه القياسات ترسل إلى الوحدة المركزية عندنا وتبدأ بعد كذا تطلع حين تكامع جودة الهواء طبعاً وتطلع قراءات بعد ذلك وتبدأ ترسل النتائج والنتائج على الفكرة حتى لو تبقى تحطها الآن على الهواء ترموجودة الآن طيب إيش تقول النتائج عن جودة الهواء في السعودية تعطيك ثلاثة أشياء طيب إما هواء نقي أو صحي ومعتدل وغير صحي والفضل من نصف لم نرصد إلى الآن غير صحي أو خطر جميع القراءات الآن أنه صحي وجيد وهو الأخضر وفي بعض الأحيان نادر جداً يصل إلى الأصفر وهذا مقبول في التقارير والقياسات وأيضاً معناته أن هناك سيطرة على الأجواء في حد المعقول الذي لا يضر صحة الإنسان جميل بس أنا أنوه لمشاهدين أنه على الشاشة الآن الرقم واضح أمامكم 988 هذا الرقم للإبلاغ عن أي تلوث والتواصل مع المركز الوطني للرقابة على التزام البيئي مشكورين حقيقة أنه يسهلوا كل هذه الأمور حتى نتشارك جميعاً في إيصال رسالة التثقيف والتوعية والرقابة بما فيها طيب أول شيء كلام مبشر جداً أنه جودة الهواء بهذه الجودة الرصد في مناطق المشهورة بالمصانع بكثرتها بمحطات التحلية وغيرها كيف كانت الأجواء فيها؟ أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه أحيانا يأتينا السؤال هذا هو الإجابة الحقيقية نحن نركز المحطات في هذه المناطق التي نتخوف أن تطلع منها غازات سامة لا سامح الله تؤثر على صحة الإنسان فهذه المناطق الصناعية والمنشآت التي قد تصدر منها بعض المنوثات هناك تركيز عليها من المحطات لقياسها وأيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى أنها تحتل المقبول والمعتدل وليس فيها أي ما يثير المخاوف على صحة الإنسان لأنه جودة الهواء عندنا من ضمن استراتيجية وطنية المحافظة عليها وهذه أيضاً مستقام من استراتيجية المملكة في رؤية 2030 وهي جودة الحياة حتى ينعم المواطن بجودة الحياة أيضاً هناك يجب أن يكون هواء نقي وصحته في حال عالي جداً الأجواء صحية ونقية يستطيع العيش فيها والتمتع بجميع الأنشطة بدون أي ملوثات جميل وإلى الآن لم ترصدوا أي حالة غير صحية للهواء في السعودية الحمد لله الحمد لله طيب اليوم على مستوى الأرقام ودي تأخذنا شوي لبعض الإحصاءات والأرقام وبالذات فيما يتعلق بموقف المملكة عالمياً في موضوع جودة الهواء وترتيب نعم إذا في أرقام أو أرقام من عندكم في المركز نحن أهم رقب عندنا إيش هو نحن نقيسها بالدول وأنا أرجع أقول لك هي مرة ثانية وأنا أتمنى أنك تعرضها نحن نقيسها دائماً بالقراءات حلو بيننا وبين الناس القراءات الأخضر يسود النقاط في المملكة عربية السعودية وحطوها على الهواء وبنرى أنتم بنفسكم عندما تقيس وهو مشاهد يقيس بين الدول الأخرى ودول المملكة عربية السعودية يجد أن جميع المحطات التي في المملكة عربية السعودية على الـ 240 محطة على 19 موزعة في المملكة عربية السعودية تعطي قياسات منخفضة وليس فيها أي تلوث بيئي في الأجواء وفي الهواء الذي قد يشكل خطر على الناس الآن هل تقيسها هذه بالدول الأخرى نحن نترك الناس يقيسون طيب وين معلنة هذه الأرقام موجودة على موقع المركز الداشبورد خاص بالمركز مكتوب عليه مؤشر الهواء جودة الهواء في السعودية ويدخل عليه ويشوفوا بنفسهم لايب جميل عظيم طيب النقطة الثانية فيما يخص المستقبل يعني أنتوا وش الهدف الاستراتيجي اللي عندكم مستقبلا في خصوص جودة الهواء قبل منروح للماء والتربة نعم نحن من ضمن استراتيجيتنا في المركز الوطني اللي يرقاب على التزام البيئي أن أيضا يفتح المجال للاستثمار أيضا في هذا المجال والاستثمار نحن نقصد فيه في الرصد وفي المختبرات وفي أيضا الاستشارات ترحنا أخي مفرح في 2019 كان عندنا مكتب واحد اللي نحن رخصنا ونحن نقصد رخصنا نعطيك رخصة للمزاورة للأنشطة البيئية الآن في السعودية عندك 184 مكتب مكتب مرخص من قبل المركز هذه كم في المية زيادة عليك الحساب 2019 كان واحد كان واحد واليوم واليوم 84 مكتب 84 نحن متجهين إلى ونشجع الاستثمار ونشجع الحصول على تراخيص في الانشطة البيئية في مجال الرصد في مجال المعامل في مجال المختبرات في مجال حتى التفتيش في مجال حتى الاستشارات البيئية وفي كل المجالات جميل كيف تشوفوا مدى التزامهم وتجاوبهم المكاتب هذه معكم مع خططكم أهدافكم جدا جدا متزمين وهذا الدليل نحن عندما أصدرنا قبل شهر تقريب بدأنا في الموقع علنا جمع التقارير هناك تجاوب عالي جدا من هذه المكاتب وبالعكس نحن وجدنا لأنه ترى فكرة يعني هذا السوق جديد الآن سوق البيئة سوق اقتصادي مهم جدا وهذا السوق يعني بدأوا الناس تستوعب أهميته وهذا هو سبب القفز الكبير إلى 184 مكتب في 2013 في أرقام مستهدفة معينة مع الوقت احنا تمننا لا لنهاية طيب تسمح لي أخذ فاصل ونكمل فاصل ونكملين لكن قبل الفاصل بصراحة يعني نقطة ممتلئة بالتفاؤل وبالجمال وبالمنجز أنه اليوم لما تكون واحدة من أكبر الدول النفطية على مستوى العالم ويكون تلوث الهواء عندك يكاد يكون معدوم والقراءات كلها تعطي هواء صحي فهذه من الأشياء المباشرة جداً لتخلينا نشكر الأساتذة الكرام جميعاً في المركز والقائمين على الأعمال في المصانع والغيرها بالروح إلى فاصل وبعده مزيد من الحوار حول تلوث الهواء أو التربة أو الماء خلوكم قريباً حياكم الله مجدداً في أهل أضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الحديث عن جودة الهواء في السعودية عن جودة الماء عن جودة التربة وحقيقةً أن حوار يضم إلى سلسلة الحوارات المتفائلة بكمية المستهدفات التي تحققت والمتوقع أنها تتحقق في السنوات القادمة رحل فيك مجدداً أستاذ سعد نقطة أخيرة في موضوع الهواء على مستوى الثقافة العامة اليوم نحن لما نمر من عند محطات التحلية من عند المصانع من عند كل مكان نشوف الدخان نشوف الأشياء التي تنبعث هذه مدى مأمونيتها هل هي تلوث أو لا؟ شوف يعني ما فيها أجواء ما فيها هذا الدخان التي تتكلم عنه نحن نقيس إيش نقيس؟ نقيس عناصر معينة ونقيس كمية العناصر هذه إيه؟ هل هي إذا وصلت لحد معين مع تهلنا مؤشر خطر يزداد الغازات موجودة في كل مكان نحن نقيس هل الكمية وصلت إلى حد أنه والله مؤشر خطر عندنا في المؤشر يعطينا والله خطر أول أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون النيتروجين وهكذا فهذه موجودة في كل مكان لكن الإنسان لا تخوف منها بفقد مجرد النظر إليها هو في الأخير المؤشر عندك والأجهزة التي عندك هي تعطيك القراءة أنه والله هنا زاد الموضوع عن معدل طبيعي وبدأ نخش في مرحلة الخطر لأنه كمية زادت أو الغازات زادت أكثر طيب والمؤشرات تقول عندكم أن الوضع آمن تماما آمن تماما وإنت تقول للناس كذا بالفهم المليان أنه لا تتخوفوا من أي تأثيرات صحية لهذه الأشياء اللي تشوفون إنها كلها تحت السيطرة وإذا كان هناك أي قراءة للأجهزة سيتم التعامل معها فورا من قبل المركز ومن قبل الجهات المختصة وأضيف إليها أنه لو أنت شاهدت أنه في زيادة معينة أو شكيت في شيء اتصل على التسعة ثمانية ثمانية ونحن نتابع الموضوع تماما حلو هذا فيما يخص الهواء وأشكرك على هذه الإجابة الواضحة جدا خلنا نروح للماء والتربة كيف رصدكم لها في تلوثات معينة في مشكلات عندنا في موضوع التلوث فيها أو للوضع آمن أيضا شوف يعني أرجع وقولك نفسي موضوع هذا إذا وجدنا هناك أي بؤرة فيها اجتباه بالتلوث أو فيها والله خطر يعتقد أنه قد يكون خطر على السكان أو المناطق أو أي أن كان تأخذ عينات إلى المعامل والمختبرات وتتم تحليلها وإذا وجدتنا فعلا فيها تلوث وخطر جدا يتم التعامل معها بالجهات المعينية اللي خاصة بهذه الآخر حلو بس مؤشراتكم إلى الآن الساعد إيش تقول بخصوص الماء وبخصوص التربة الماء بصفة عامة في سعودية ما في شيء نحن نتكلم عن أوصات المائية نحن نقوم بتجربتها دائما وأخير المثال لهذا الموضوع هي أوصات المائية مثل الآبار لكن عندما نتكلم عن مياه نتكلم عن مياه الأقليمية هذا مسألة أخرى نحن نتكلم عن التربة إذا وجدنا بؤر متدهورة نحن عندنا الآن برنامج لإعادة تأهيل البؤر المتدهورة حتى يتم إعادتها إلى الحياة مرة أخرى ويتم إعادة تنقيتها مرة أخرى لتكون من بؤر متدهورة إلى بؤر صحية لأتمتع معها جميل أنتم يمكن في المركز تعرفوا هذا المصطلح بؤر متدهورة بس الجمهور ما يعرف البؤر المتدهورة إيش عبارة عن إيش بؤر متدهورة معناته أن بؤر تلوثت وسارت غير صالحة التربة فيها باختصار أو أقولك باللهجة البسيطة ما يمكن الزراعة فيها ما يمكن استفادة منها ما يمكن تعامل معها لأنها ليس طبيعي لأنها ملوثة فهذا تجي كيف تجي من أخذ العينات إيش اللي يلوثها؟ زيوت زيوت قد تكون تسرب من محطات بنزين قد يكون في بعض العوامل اللي مرت عليها أي أن كان من ملوثات ملوثات كثيرة جدا لكن في الأخير هم منه هو إعادة إحيائها مرة أخرى وهذا هو يعني تصريف مياه الصرف الصحي أحيانا هذا يعد عندكم من ضمن الملوثات أم لا حدود معينة معمل فيها كيف يتعامل التراب مع هذا الأمر؟ تصريف المياه الصرف الصحي افترض لها أماكن مخصصة تعرفها الشركات التي تتعامل مع هذا الموضوع وتعرفها الجهات التي تتعامل معها حتى السائقين ولكن وهذا سؤال مهم جدا وأعيدك إلى 988 إذا وجدت في مكان عام والله أحد مشهد لتصريف مياه الصرف الصحي في غير المكان أو في مكان مأخول بالسكان وغير مخصص لهذا الموضوع فأيضا عندك البلاغ 988 هذا مخالف نعم هذا مخالف ويعاقب ويعاقب من الجهات المختصة جميل شكرا لهذا الوضوح أيضا قبل أن أختم معك هذا اللقاء في تجربة خلني أسميها ملهمة يمكن عملتوها وودي أخذ منك نتائجها التمرين التعبوي لانسكاب الزيت نعم أو انسكابات الزيت نعم كان فيها تجربة عملية حية واقعية قلنانا بعض تفاصيلها هذا حقيقة قبل في يوم الثنين والثلاثة قمنا بالتمرين الثلاثة والأربعة عفوا التمرين التعبوي سجابة 12 وهذا 12 أو تمرين رقم 12 في هذا المجال وهو فرضية انسكاب الزيت نحن نستخدم مواد غير ضارة بالبيئة وهي مواد مشابه لانسكابات الزيت ويتم فرضية انسكاب الزيت في مياهنا الإقليمية والتجاوب السريع من قبل 50 جهة في المنطقة السعودية بإشراف وإدارة المركز الوطني الرقاب على التزام البيئي ونقيس سرعة الاستجابة لهذا الموضوع أحب أن أشارك بحاجة مهمة جدا كيف يقاس كيف تقيس الدول مدى استجابتها وسرعة استجابتها منذ ان انزال المعدات القاشطات والطائرات والسفن حتى احتواء الأزمة المعدل العالمي ساعتين 120 دقيقة فما فوق نحن وبفضل الله ثم بقدرات شبابنا السعوديين والقدراتنا التقنية والمعدات القياس عندنا في سرعة استجابة 50 دقيقة آه ما شاء الله وهذا حقية الإنجاز عظيم أقل من ساعة أقل من ساعة يعني احنا هنا تموفره 70 دقيقة أقل من ساعة نعم احنا أيضا عندنا يعني القدرة على الاحتواء 75 ألف برميل من الزيت المستقبل إذن احنا على استعداد إن شاء الله لحماية مياهنا الإقليمية وحماية شواطئنا تعرف فيها جهات خاصة قطعات خاصة في قطعات حكومية فيها هذا اقتصاد يتأثر فيها سياحة تتأثر فيها الحياة البحرية تتأثر الزراحف الأسماك كل هذه الأمور وغير هذا كله ساعة خلني أقول لك إحنا كمجتمع مثلا ترى إحنا اليوم كمجتمع لما نسمع عن هذه الاستعدادات وهذه الجهود وهذه الفرضيات يعني كذا يجينا حالة من الإطمئنان والسلام والأمان أنه اليوم أنتم حتى حطين فرضيات فيما لو حدث وعندكم أجهزتكم وكل شيء لمعالجة هذا الموضوع لأنه هذه من الأشياء التي تحدث نحن نشوفها ونقرأها في الأخبار وفي الصحف الله يوفقكم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح ونريد أن نأخذ منك وعد كذا أنه باستمرار نطلع آخر الإحصاءات والمؤشرات وأهمها للجمه حول الله نسعد إن شاء الله وفي كل مرة إن شاء الله سيكون عندنا إنجاز جديد نعرض عليكم بإذن الله شكرا لك أستاذ سعد ونشوفك في لقاءة قادمة الله يحب شكرا لأستاذ سعد المطرف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والشكر لكل الأساتذة الكرام في العلاقات والتنسيق في المركز على هذا اللقاء وعلى غير من اللقاءات التي كانت والقادمة إن شاء الله حديث متفائل جدا جميل استعدادات عالية جدا اختصار عالي لاحتواء الأزمة في حال انسكاب زيت لا قدر الله مستقبلا من المعدل العالمي ساعتين والمئة والعشرين دقيقة إلى خمسين دقيقة مؤشرات الهواء والتربة والماء مهمة يمكن من النقاط الرئيسة والجوهرية والمهمة اللي أتمنى أن كلنا كمجتمع اليوم نتعاون فيها ألا وهي رقم البلاغ اللي هو 988 واللي ممكن نتعاون فيه مع المركز من أجل أن نصل إلى مراحل أعلى في جودة الهواء والتربة والماء شكرا لأستاذ سعد وشكرا لكل من تابع هذه الحلقة غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سبعون على خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة